موسيقى 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 السلام عليكم اليوم حابتنا تكلم على الارث المعماري تاع الجزائر العاصمة اللي يعني يضرب التاريخ دياله في العصور القديمة يعني منذ يعني الفينيقين الى يومين هذا واللي كانت في الاول الاوسوس انتع المدينة الجزائر كانت رومانية فينيقية ثم زيرية وتأثرت باسهامات من النظام المعماري في الاندلس وكذلك النظام المعماري اللي تأثرنا به من خلال المبايعة العتمانية والقطرة العتمانية وكذلك كل هذا الارث المعماري اللي نشاهده الان في الجزائر هو نتيجة لها كل هذه التجذبات واللي عرفت ازدهار كبير في الفترة في الفترة الزيرية فترة الحكمة مناد بن زيري واللي كان الفترة هذه امتدت الى كذلك الى يعني الحدود الدولة الاموية في الاندلس وكل شمال المغرب العربي واذا هذا هو يعني العصارة او النتيجة الليصلنا لها اليوم نشاهد نماذج من هذا القراز المعماري الرائع الذي تتميز به مدينة الجزائر العاصمة اكثر من من غيرها من مدن في المغرب العربي رغم انه فيه كذلك نماذج من مدن كقسنطينة وسكيكدا وهران فيه بعض المدن اللي تم يعني بروز هذا القراز المعماري الزيري اللي كما قلنا الدمشقي العربي الاسلامي البرباري لانه القائد يعني مناد بن زيري هو برباري ابن العاصمة الجزائرية واذا هذا هو النتيجة وانا ما نتكلمش على المغرب الاقصى لانه الطيراز المعماري في المغرب الاقصى هو مستمد من الطيراز الاندالوسي يعني المصدر انتع المعمار المعمار في المغرب الاقصى هو اصله اندالوسي اذا ما نتكلمش لانه بدون ذكره هذه المملكة فاذا هذا هو الطيراز هذا نتمنى من السلطات انتعنا في الجزائر يعني الاخذ به وتثمينه وتطويره وابرازه والحفاظ عليه لانه اليوم لنا نتكلم كتير عن القصبة وهي القصبة هي بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة انتع هذا المآثر الحضارية المعمارية اللي نعرفها الان في كل مدينة الجزائر وفي كثير من مدن الجزائرية وهذا الارث المعماري لازم نحافظ عنه كما قلت رغم انه يعني يعني يوجب بالحفاظ كذلك وتطوير يعني التثمين يعني القصبة كان قصبات اخرى في وهران وفي اسكيهدا وفي قسنطينا وفي كثير من مدن في بيجاية كذلك اذا كل هذا التراث لازم نحافظ عليه لكن ما ننساش التراث كبير والعظيم تعمى دينة الجزائر العاصمة واللي يعني اخذت يعني 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 التفرض عليا باش نتكلم باش نقول الحقيقة انه هذا التراث المعماري البارز في مدنة الجزائر ساهم فيه كثير المهندسين الفرنسيين في الفترة الاستعمارية ساهموا كثير في بلوارة وإعطاء كما قلون للاتر دونوبلاس الحروف الطابع يعني العصري اللي نشاهده الآن في هذه الصور وكان كثير من الصور ونماذج لم أتكلم عليها في هذا الفيديو ورغم أنه هي يعني بارزة مثلا يعني بناية البارد المركزي مقر ولاية الجزائر يعني مجلس الولائي الجزائري كان بعض العمارات الرائعة نماذج رائعة يعني في الطب انتهى العمران هذا الزيري الجزائري الأندلوسي البربري العربي الإسلام هذا اللي رانا تصخر به المدينة تاعة الجزائر وهي أول مدينة في العالم تصخر بهذه المعالم الحضارية انتهى يعني نيوموريسك يعني طابع هذا الأندلوسي الموريسكي لأكثر يعني 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 الكمية تاعة التراث الموريسكي الموجود يعني في الجزائر أكثر من ما هو موجود حتى في الأندلس حاليا وفي أي دولة يعني من دول شمال إفريقيا إذن نفتخر بهذا الإرث المعماري الحضاري ونثمنا سلوطات تأخذ بعين اعتبار هذا الجانب يعني لحماية هذا التراث من إنديفار وكذلك تثمينه يعني يعني لتطوير السياحة وتطوير الديستيناسيون يعني تعالجي ولبعض الأحياء في بعض المدن الأخرى في الجزائر إذن إن شاء الله يكون فيها خير أن نكتفي بهذا القادر ونخليكم تابعوا تابعوا الفيديو هذا الرائع لنماذج كثيرة وما يعني وما خفية أعظم فيه يعني دي جاردان سوكري دي لابيل دارجي يعني فيه دي جاردان في أروع ما يكون حدائق رائعة لا يعرفوها الكثير في قصور مدينة الجزائر وداخل بنايات مدينة الجزائر عمران رائع وإن شاء الله يكون فيها فيديو آخر على العمران داخل البيوت داخل هذه البناء اللي رانا نشوفوا فيها سوف نشاهد مآثر الفن العمراني والفوسيفي سائي والجيبسي يعني كل أنماط انتعدي كورات من الداخل سوف نشاهدها في فيديو آخر أترككم في رعاية الله واحفظي والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة